على ما يبدو الهدف الأهم أو النقطة الأهم هي وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني أيضا الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 وهذا ما سمعناه من وزير الدفاع الإيطالي عندما تحدث عن أهمية وجود قوات اليونيفل والتواجد الإيطالي قد يكون هو واحد من أكبر الأعداد عديد القوات التابعة لإيطاليا هي قد تكون القوات الإيطالية قد تكون لديها أكبر عدد في قوات الطوارئ اليونيفل العاملة في الجنوب اللبناني وهناك أربعة قادة لليونيفل أتوا على رأس اليونيفل هم من إيطاليا إذن هناك أهمية يوليها وزير الدفاع الإيطالي لموضوع قوات الطوارئ الدولية وللأمن في الجنوب اللبناني وتأتي هذه الزيارة لابد من الإشارة حسين إلى أن هذه الزيارة تأتي بداية بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار بدوره الحدود والتقى قوات اليونيفل ولكن الأهم هي أنها تأتي بعد يومين من الحادثة في إحدى البلدات أو القرى اللبنانية الجنوبية بلدة شقرة حيث قام أو حصل إشكال بين أهالي البلدة وقوات الفنلندية العاملة ضمن إطار قوات الطوارئ الدولية بعدما قامت هذه القوات بتصوير بعض النقاط على حدود البلدة وهجم عليهم أشربان من هذه البلدة الحدودية إذن هذه الزيارة تأتي عقب هتين الحادثة الاعتداء أو الإشكال الذي حصل مع أهالي البلدة وأيضا بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا هناك جانب سياسي عندما تحدث وزير الدفاع الإيطالي عن استعداد إيطاليا لدعم لبنان فيما يتعلق بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة أن يكون هناك إصلاحات أو أن يقوم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه دوليا من أجل المساعدات التي قد يستطيع المجتمع الدولي إعطائها إلى لبنان شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ليلة خليل مراسلة الغد كنت معنا من العاصمة بيروت